العالم يتغير كما لم يحدث منذ مئة عام الصين وروسيا تقودان عجلات التغيرات المقبلة في سياق تعاون ثنائي بدأ يصدع جدران نظام القطب الواحد لم يكن كلام الرئيس الصيني شي جنبينغ في هذا السياق خلال وداعه نظيره الروسي فلاديمير بوتين مجرد كلام عابر بدأ ذلك تأكيدا لافتتاح مرحلة جريدة على صعيد التغيرات في ميزان القوى الدولية لم يشهدها العالم منذ عقود سريعا سارت طرفان بخطوات عملية فبعد توقيع البلدين اتفاقيات عديدة تتعلق بالشراكة والتعاون الاستراتيجيين قرار مهم اتخذ على الصعيد العسكري الجيشان الصيني والروسي يستعدان لتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجيين بينهما واجراء مناورات ودوريات مشتركة بشكل دوري بحرا وجوا صورة تعاون مضطرد تأتي تنفيذا لما اتفق عليه الرئيسان الروسي والصيني في موسكو توضع في قالب اوسع مع انضمام طهران تؤكد الدفاع الصيني ان التدريبات العسكرية الاخيرة بين الصين وروسيا وايران عززت قدرة القوات البحرية على التنفيذ المشترك لمهمات عسكرية متنوعة في البحار هذا بالضبط ما يقلق الولايات المتحدة يرى البنتاجون ان التقارب بين هذه القوى الثلاث في الوضع الاستراتيجي الراهن سيخلق مشكلة لواشنطن تستمر خلال السنوات المقبلة قدراتنا العسكرية تسمح لنا بالقتال في اماكن كثيرة في ظل ظروف مختلفة ولكن اذا كنتم تتحدثون عن صراع خطير مع اكبر الدول واذا كانت الصين وروسيا معا فسيكون ذلك صعبا للغاية تحدي صعب تواجهه الولايات المتحدة اذا مع اتساع دائرة التعاون الاستراتيجي بين قوى لا يستهان بها على الصعيد العالمي وربما يزداد صعوبة ما اعلان موسكو وطهران الارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية الى مستوى المعاهدات